ناقشت هيئة رياسة مجلس حضراموت الوطنين في اجتماعها في مدينة سيون جملة من القضايا السياسية والخدمية وخطوات التأسيس للمجلس وهياكله وأكدت الهيئة في اجتماعها أن لأهل حضراموت الحق في الحفاظ على هويتها وحقوقها الكاملة واستقلالها وفي سياقة مستقبلهم السياسي الاقتصادية بما يقتضيها لها ووقف الاجتماع مع بعديد من القضايا التي يعاني من المجتمع مؤكدتنا لانفتاحها على كافة الفعاليات السياسية والمجتمعية بما يخدم مصلحة حضراموت